طيب الحياة في دراسة لجامعة كاليفورنيا الأمريكية بتأكد أن تلوث الهواء وارتفاع درجات الحرارة زادت من نسب الإصابة بسرطنات الرئة والجلد والجهاز الهضمي كمان في دراسة أخرى نشرتها دورية علمية مشهورة بتقول أن زواهر تغير المناخ تزيد من أعراض بعض أمراض المخ زي السكتات الدماغية والالتهاب الصحي والصرع والزهايمر والشلل الرعاش يعني واضح أن الأزمة بتاعة المناخ هتبقى أزمة صحية أخرى يعني مدير منظمة الصحة العالمية كان قال كده من قبلها أن أزمة المناخ هي أزمة صحية وكان فيه تقرير أيضا أممي بيقول شركة فيه المنظمة منظمة الصحة العالمية بيقول أنه تضاعف معدلات الوفيات التي نتج عن ارتفاع درجات الحرارة بـ 30 ضعف ويحني واضح أن احنا التغيرات المناخية هتعمل أثر كارثي أيضا على صحة الإنسان ده هي الأول هي اللواح والقوانين اللي بتصدر كل يوم والتاني من خلال الحكومات دي هدفها إيه؟ حفاظ على حياة الإنسان الحفاظ على حياة الإنسان إذا الحياة الإنسان مرتبطة بالمناخ التقارير دي صحيحة بنسبة 100% ليه؟ هو النهاردة قانون موجود لدى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عندما يتوقع أنا هتوقع أن درجة الحرارة ستصل إلى 50 درجة مقوية في الظل الناس ما تروحش أشغالها تقعد قانون دولي قانون عمل دولي هو بقوله ليه بعد دراسات علمية لأن ارتفاع درجة الحرارة في الظل إلى 50 درجة مقوية هتسبب لي ما يسمى بالإجهاد الحراري يعني إجهاد حراري يعني قاعدين أنا وحضرتك وما فيش تكييف شغال ودرجة الحرارة في الظل بره 50 هنلاقي نفسينا بندق ونقع لوحدينا نسبة الأكسجين قليلة ما فيش حركة للهوى فده بسبب ما يسمى بالإجهاد الحراري طب لو ناس مشى في الشمس آه ضربة شمس توميت لو مش ساعة غير مش ساعتين غير ثلاثة لو مش يوم جرممش يومين طب لو موجة الحرارة دي الشديدة الحرارة دي استمرت يوم واثنين وثلاثة طب لو ما فيش أشجار ومسطحات خضراء ما جابت ليش أكسجين ما هي كل دي ندك عن المناخ والتغيرات المناخية نرجع للأمراض السرطانية مرتبطة ارتباط وسيط بالتلوث والمناعة أمراض المناعة مرتبطة بالمناخ إزاي الكلام ده أنا مش طبيب ولكن بنتكلم مع الأطباء في المناخ ولذلك أنا عندي مؤتمر في يوم 28 أغسطس في تبع وزارة الصحة ومؤتمر دولي عن أمراض المناعة والأمراض زي الأمراض الصدر والحساسية إنه كيف يؤثر التواهيرات البناخية طبقة الأزون دي سمكة من 17 سنطي لما يحصل فيها خلل يعني إيه خلل يعني تستقبل ملوسات كبيرة جدا نتيجة للطيران ونتيجة للتجارب النووية ونتيجة لما يحدث من طبقة الأرض الفوق هتقولي هو التراب ده بيطلع للإدفاعات دي آه هو الانفجارات الكونية اللي كل يوم بتحدث أمر صناعي ينفجر في الفضاء وتجارب نووية تطلق علشان نعمل مركبة فضاء هو ده ما بيدمرش في العمود الهواء بيدمر فبيحصل الخلل في طبقة الأزون طبقة الأزون دي بتحمل أشعة الفوق منها البسجية اللي هي لها موجات قصيرة التردد بتاعها موجاتها قصيرة فبتقلل من موصولها للسطح الأرض طب لما يحصل الخلل ده هتزيد يعني إيه تزيد بقى طبقة الأزون يعني الأشعة الفوق منها البسجية تزيد على جسم الإنسان فتؤثر بالأمراض السلطانية الجلدية وتؤثر بارتفاعات في درجات الحرارة وتؤثر معاها إن يحصل اللي هو بقى ما إيه مش عارفين يتنفس أكسجين بيقل فده اللي يسبب ضعف في المناعة فلذلك كل العناصر المناخية بتؤثر ترجمة نانسي قنقر